اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في شوف الصحفة على قناتكم شوف تيفي بداية الجولة من يومية المساء العنونات الإفلاس يتربس بألاف المقاولات ويعصف ب37 ألف وظيفة وفي التفاصيل بعثت رابط الاقتصاديين الاستقلاليين بتحذير جديد من خطورة السمرار نزيف الإفلاس الذي عصف بألاف المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا في دل الوضعية المقلقة التي تحاصر المقاولات المغربية ووقفت الرابط على وجود منحة تصعودية لنسبة إفلاس المقاولات بالمغرب راق التفاصيل ممكنكم تفوها بيومية المساء مافيا الحريق تتحدى غضب البحر عنوان اخترانه لكم مشاهدين من يومية الأحداث المغربية وفي التفاصيل رغم إغلاق السلطات المختصة لميناء الصيد بالعرائش في وجه الملاحة البحرية وتعليق عمليات الإبحار بسبب ارتفاع أمواج البحر وسوء أحوال الضقص لم تتوقف عصابات الهجرة السرية عن تنظيم عمليتها التي تذر عليها أموال طائلة مما دفع بالسلطات الأمنية إلى تشديد المراقبة لتجنب تكرار مآسي الغرق الجماعي باقي التفاصيل ممكنكم تفوها في يومية الأحداث المغربية وإلى يومية أخبار اليوم نعنونات حكم قضاء كاد يكبد مجلس العاصمة 8 ملاير وفي التفاصيل كاد المجلس الجماعي لمدينة الرباط ليسقط ضحية عملية نصب كانت ستكلفه أداء حوالي 6 ملاير سنتيم لو لا انتباهه في آخر لحظة وكشف لحسن العمراني نائب رئيس المجلس أنه علم بصدفة من صديق له بصدور حكم ابتدائية ضد جماعة الرباط بأداء تعويض مالي لفائدة شخص يسمى الحسن يتجاوز 58 مليون درهم باقي التفاصيل يمكنكم تشوفها بيومية أخبار اليوم إلى هناك نص ومشاهديننا لانهاية تشوف الصحافة إلى اللقاء وإذنكم في العجلة